ترجمة نانسي قنقر معه لرئيس مجلس الشورى اللي هو داعم لفكرة الذكاء الاصطناعي في آخر خمس سنوات في مملكة البحرين طبعاً هل السنة المؤتمر كان فيه متغيرات بالنسبة للبيانات لأننا دشرنا عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي فما يسمونه جينرتف اي اي ويتداول ويعرف باسم شات جي بي تي بارد ميد بارم وكثير من التطبيقات لذلك نحتاج بيانات من أنواع مختلفة ومنهم بيانات صوتية بيانات يمكن معقوذ من الفيديوهات أصوات أغاني كتابات فدور أهمية البيانات ناقشناهم من خلال متحدثات وكانوا كلهم متحدثات من أفريقيا وأوروبا وجنوب آسيا كيفية التعامل مع البيانات المختصة وكيفية تموض البيانات في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة اليوم داشتين في موضوع بما يعرف تعلم العميق بحيث أنه ننسخ من الصور والأصوات والمعلومات كيفية التعامل والإجابة على المشتركين في هالبرامج وطبعا المستقبل بيكون تأثير قوي على كثير من الوظائف وتسهيل في نفس الوقت وأيضا اتكلمنا عن أخلاقيات وصبب التعامل مع هالبيانات نعم دكتور تطرقتم إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي وكما نعلم في هذا الوقت بالتحديد استخدامها منتشر في المجتمع ما هي أهمية تثقيف هذا المجتمع تجاه هذه البرامج والتطبيقات طبعا نحاول بالأخص في المملكة البحرية من منذ سنة 2017 تثخيف المجتمع بأكمله من أولياء الأمور للتلاميذ والطلباء من جميع المراحل مراحل ابتدائية لأن اليوم أساسا أكثرية الاستخدامات تكون من طبقة دون عشرين سنة وأيضا لا ننسى أهميتها في قطاع العام والخاص يعني شلون يكون تركيبة ذكاء الاصطناعي التعليمي والتوليدي في أعمالنا المستقبلية وأيضا كيف ننطرق إلى أمور يتعلق بالأمن السبراني بالأخلاقيات بالمخاطر يتعلق بالذكاء الاصطناعي نعم دكتور دعنا نختم الحديث بالتطرق إلى جهود مملكة البحرين في تعزيز الذكاء الاصطناعي طبعا الزكاء الاصطناعي جاءت في كلمة جلالة الملك في فتاحية المجلسين في عام 2019 صحيح وأيضا الحكومة الرشيدة في تطبيقها وتركيز على الذكاء الاصطناعي وجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تكوين المركز البحث وتطوير في ذكاء الاصطناعي وأيضا تطبيق جوائز ومؤتمرات اللي يرحيهم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ولا ننسى أن قريب تكريم رؤساء التنفيذين ورؤساء تقنيات المعلومات الدعمين لذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين وتحفيزهم نعم الدكتور جاسم حاجي جاسم رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي شكرا جزيلا لك